بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين معين النهاردة فيه توقع جديد اصابه من شهل حيك ومن توقعاته اللي قالها ليلة رأس السنة على قناة MTV في بداية سنة 2021 والنهاردة هنتكلم عن ولي العهد محمد بن سلمان وعن توقعات آآ ميشيل حيك اللي حصلت ليه الحقيقة قال ميشيل حيك في آآ توقعاته لدولة السعودية او المملكة العربية السعودية انه بيواجه ويقاوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زلزال اعلامي وسياسي ممنهج لتطويقه ومحمد بن سلمان يصارع الموج والكلام ده كان واضح جدا جدا النهاردة او انبارح كمان خصوصا بعد تصريحات آآ وزير او متحدثة باسم البيت الابيض بشأن موعد الحديث بين الرئيس جو بايدن والعهل السعودي آآ بالزبط كانت بمثابة ضربة قوية لولي العهد السعودي ازاي اللي حصل ان في متحدثة باسم البيت الابيض اسمها جين بساكي في سؤال آآ توجه من صحفي آآ يوم الثلاث حول معات حديث الرئيس جو بايدن مع ولي العهد محمد بن سلمان فانت احنا وضحنا من البداية ان احنا هنقوم باعادة ضبط علاقتنا مع السعودية وجزء من ذلك هو اعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك يعني خرجت ولي العهد تماما من الموضوع وما جابتش سرده يعني الموضوع هيكون محصور فقط بين الرئيس والملك واتوقع انه في الوقت المناسب هتم المحادثات مع الملك سلمان مع ان السؤال كان متوجه لآآ المتحدثة باسم البيت الابيض الحديث مع آآ الرئيس جو بايدن مع ولي العهد فهي ما جابتش سرده خالص والت هتكون المحادثة مع الملك سلمان وكمان ما عندهمش توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة يعني حتى كمان مش محددين الوقت اللي هتكلمه فيه مع السعودية وكان هذا الرد بمثابة لكمة قوية وسواء كان ذلك التصريحات الاخيرة لباساكي عودة الالتزام ببرتكول صارم ام خطوة مقصودة لترتيب ومكانة محمد بن سلمان فان هزي الخطوة بتعكس رفض بايدن العلني لولي العهد وفقا للشبكة الامريكية ان هو مش عايز اتكلم معي ولفتت الشبكة الى ان بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية منبوزة منوهة ايضا بالتصريحات الاخيرة لرئيسة الاستخبارات الوطنية افريل هاينز بانها ستنشر تقرير عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي الوحشي على يد عملاء سعوديين داخل الكنسولية السعودية في اسطنبول بتركيا ودبلوماسيا بتشير المتحدثة باسم البيت الابيض جين باثاكي الى نهاية العلاقة الحميمة التي تمتع بها محمد بن سلمان ولاي العهد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حيث غالبا ما تجاوز الامير السعودي وزارة الخارجية من خلال المكالمات الهاتفية مع جاريت كوشنر صهر ترامب والمستشار الخاص لشؤون الشرق الاوسط بحسب الشبكة التي اشارت الى ان تجاوز المسؤولين الامريكيين الجدد لمحمد بن سلمان علنا يعد امرا محرجا لا يستطيع ولي العهد السعودي اخفائه لكن هذا لا يعني انه لن يشارك في مكالمات بايدن مع الملك خاصة وان الامير يعد الحاكم الفعلي للبلاد وصاحب نفوذ قوي ولفتت الشبكة الى ان محمد بن سلمان هو القوى الكامنة في النظام الملكي والرؤية التي تشكل مستقبل البلاد وان افتراض ان محمد بن سلمان لن يعرف ما سيقوله بايدن للملك او عدم مشاركته سيكون بمثابة التقليل من نفوذه او زمال بالزبط اه ميشيل حيك عبارة عن حاجة لتطويقه او تقليل مكانته ومن جهة اخرى اشارت عدة مصادر سعودية مؤخرا الى ان العلاقات الامريكية السعودية طويلة الامد لا تزال جميعها جيدة بعد توقعات اشار اليها مراقبون سعوديون الان ربما ستكون هناك بعض الصعوبات في العلاقات بمجرد وصول بايدن للبيت الابيض لكنهم يتوقعون التعافي بعد ذلك والدليل على كده الافراجات اللي حصلت اللي احنا شفناها في السعودية الايام اللي فاتت من النشطة السعودية لجان الهزلول وغير وغير ومن الناس اللي تم الافراجة عنهم عشان باسم حقوق الانسان مع انهم كانوا محبوسين من فترة قبل كده لكن تم الافراجة عنهم في هذه الفترة بالذات بعد تولي جو بايدن الرئاسة في عشرين يناير اللي فات فده معناه ان السعودية بتحاول انها تصلح علاقتها مع امريكا ومع الرئيس الجديد لكن من الواضح زي ما انتم شايفين زي ما قال ميشيل حايك في اه انه بيواجه ويقوم وليل عهد السعودي محمد بن سلمان زلزال اعلامي ممنهج لتطويقه وانه بيصارع الموج وخصوصا مع امريكا ومع الرئيس الجديد جو بايدن شكرا على مشاهدتكم للفيديو وعلى مشاهدتكم واستماعكم لقرارات مساء الاخبار ما تنسوش لو انت رسا جداد معنا اه تضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب اللي موجود اسفل الفيديو واتفعلوا جرس التنبيهات علشان توصل لكم اشعارات الفيديوهات الجديدة والتوقعات الجديدة لميشيل حايك وليلة عبداللطيف ومايك فغالي ومايك فرح وغيرهم من علماء الفلك او اللي بيحبوا يعرفوا التوقعات ايضا فيديوهات مازن المصري على قرارات مساء الاخبار وقرارات نهاية الايام ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وهحب اعرف رأيكم وخصوصا السعوديين باللي بيحصل بين علاقة امريكا والسعودية المتوترة اه وخمان خصوصا اللي حصل النهاردة كان ضربة كبيرة جدا لولاية العهد وتقليل من شأنه ومن اه تقليل ايضا اه لمقامه داخل السعودية وامريكا كانت لك مكوية من امريكا فعلا لان هم يعني معنا صراحة مش هيتعاملوا معا او يتكلموا معا الكلام هيكون مباشرة الى الملك سلمان شكرا واستنون الفيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار واتمنى الخير لكل الدول العربية والعالم ان شاء الله في سنة 2021 ما تنسوش استنون الفيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار انا عارف ان انا خلصت الفيديو تمام لكن كل فترة بحب اعمل فقرة كده في اخر الفيديو خالص للمتابعين والمشتركين معنا على قناة مساء الاخبار وبحب اشكر كل الناس اللي بتعلق على الفيديوهات بتاعتنا او بتشترك او بتعمل لايك وخصوصا النهاردة هنتكلم عن الناس اللي كتبوا في فيديو ميشيل حيك وحربة على الابواب اه عن اه توقعاته للحزب الله وعلاقتها مع اسرائيل والايام اللي ممكن نشوفها فيما بعد اه ومن ده من الناس اللي كتبت توقعاتها او ارقها او حتى اه تعليقاتها في الفيديو هم همس الخواطر وامل الخليج وعفاف تاكلة وحليم شفد السيرفس ونوح احمد محمد وايضا عضرة من الجزائر ويزيد بازيتا وعلي علي وبالقاصر من تونس ومانال فرج ودليلة دليلة وعلي الشمري ومي وبيا من تونس ونزار محمد وايضا روايدة حرب وفاطمة حنفي وزهير اه حش حجمود عامر رشيدة من تونس رقية عقيل وغازي الاحمد ونور البصروية وحساب باسم زمالك زمالك واماد الدين ومحمد غنام ورامي واستثابة ملوك الشخصيات وحياة حياته وايوب جوكر وفايزة من الجزائر وسورينا محمد وروتا ارنولد وزنبق الشام وزهرة لبيدي وايضا اه معانا مستري او غمود وكمان اه رادية من الجزائر ونائلة من من اسطنبول وام وديع من اليمن وبروك محمد وغيرهم وكتير جدا من الناس اللي كتبت تعليقاتها واللي احنا قرناهم كلها وعرفنا اه ايه رأيهم في الموضوع في الموضوع كله باشكر كل الناس اللي كتبت تعليقاتها ان كانت ايجابية او سلبية وبتمنى اكون اه فيديوهاتنا بتعجبكم ما تنسوش تكتبوا قراءكم وان شاء الله المرة الجاية او الفيديو اللي جاية او اللي بعده هقول اسماء اللي كتبوا التعليقات في الفيديو الحالي شكرا ان تستنونا فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار اشتركوا في القناة